معينا دلوقتي وصفة نسف الدهون هنعمل مشروب سحري وانا بسميه المشروب السحري بديل التكميم لانه مشبع جدا بيساعد على الحرق بشكل كبير جدا بينصف المناطق العنيدة زي الكرش مثلا بالتحديد او طبعا الارداف وطبعا المشروب ده بيحتوي على الماتشا وعلى الشيا سيدز او بزور الشيا والماتشا وشاي الماتشا طبعا يعني فوايد ملهاش حصر لما بيجتمع الحاجتين دول مع بعض الماتشا والشيا ده هيبقى مشروب متكامل قنبلة في الحرق طيب هنعمل ايه النهاردة وعلى فكرة المشروب اللي هنعمله النهاردة كمان ممكن يتاكل او يبقى زي الهيلسي ديزرد يعني هنحط عليه برضو بعد الفواكه وهينفع ان هو للناس اللي بتعمل دايت وعندها كريفنج للحاجات الحلوة والحاجات المسكرة هيقدروا ان هم يستخدموه وهيمنع عندهم الاحساس بالجوع لفترات طويلة طيب المقاديرة عندنا هتكون ايه؟ الطبقة الاولى هتبقى بزور الشيا معلقتين بزور الشيا وكوب حليب خالي الدسم معلقة عصر ابيض والمكونات دي هنسيبها في التلاجة ساعتين وكمان انا بقترح دايما وبرشح ان احنا كمان ممكن نضيف على الوصفة دي معلقة شوفان صغير كمان هتدي قوام حلو قوي للبودنج لو احنا عايزين نخليها زي ديزرد كده سهلة وجميلة وطعمها يكون حلو جدا طيب هنبدأ ان احنا نحضر المقادير بتاعة الطبقة الاولى معلقتين بزور الشيا بالشكل ده ومعلقة شوفان كوب صغير خالي الدسم وكبان ممكن اضيف فنجان صغير لبن جوز الهند ده كمان بين الوصفة معايا في حتة تانية خالص الطعم الوصفة نفسها وطعم المشروب بيبقى حلو جدا جدا مش هتحسوا ابدا ان انتو بتشربوا حاجة هلفي او حاجة دايت لان ناس كتير قوي ما بتحبش طعم الشيا سيتس او الماتشا لكن مع جوز الهند بس ده اختياري يعني اللي حابب اوكي اللي مش عايز اهم حاجة اللبن خلي الدسم ده لبن جوز الهند بضيفه على الوصفة طيب هي القوام بتاعها دلوقتي اول ما بحط المقونات كده على بعض ما بيبقاش لسه تقل معايا بحتاج ان انا اسيبها في التلاجة من ساعتين لثلاث ساعات علشان القوام ده هيتقل معايا طيب هيديني الشكل ده بالزبط اول ما بزور الشيا تبدأ ان هي بتتضاعف في الحجم وبتدي المنظر ده وبيكون القوام سميك معنا بالشكل ده تمام؟ ببدأ ان انا اضيف الطبقة الاولى دي في اكواب التقديم عندي حاجة يا جماعة مش بيعة مليانة فوائد الفوائد بتاعتها مش بس كمان للحرق والتخسيس كمان فوائد على نضارة البشرة على صحة وحيوية البشرة واعضاء داخلها للجسم بتقلل كمان الكوليسترول اللي بيكون موجود في الاوعية والشرايين الدموية هنلاحظ ان لو الناس عندها معدلات السكر في الدم عالية اللي هما البري ديابيتك اللي دايما بننصحهم ان انت قبل ما تعمل التحاليل الخاصة بان انت بدأت اكتشف في سن مبكر ان انت داخل على السكر بس لسه يعني على البوردر لاين لا ابدأ زود في وصفتك الغذائية على مدار اليوم شاي الماتشا وبزور الشيا اللي بتزبط جدا الميتابوليك سندروم او زي ما بنقول الكريفن جناحية الحاجات السكريات وبتحسن كمان من وظائف البنكرياس طيب هنعمل دلوقتي الطبقة التانية اللي هنضيفها على الطبقة الاولى اللي احنا حضرناها دي واللي هتكون عبارة عن شاي الماتشا هنعمل ايه هنضيف معلقة صغيرة من الماتشا والماتشا داي جماعة مهم جدا جدا كمان للقولون لان هو عبارة عن نبات بيجي من اليابان النبات ده بيتحم وبيكون برضو فوائده اقوى من الشاي الاخضر العادي اللي احنا عارفينه تقريبا بعشرين مرة يعني سواء على الحرق سواء على المستوى ان هو بينقل جسم من السموم كانتي اكسدنت مفيد جدا 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 وبيجي من اليابان وكمان هو بيور جدا بس في بعض الناس ما بتحبش طعمه قوي هو المفروض بنزود عليه عصر عشان يديني مزاق حلو طيب هنضيف معلقة صغيرة من الماتشا وكمان معلقة عصر ابيض معلقة صغيرة ونصف كوب حليب خالي الدسم وهنبدأ ان احنا نخلط المكونات دي مع بعض وهتحتاج غالبا لمضرب يدوي او المضرب البلندر الهاند بلندر هنبدأ ان احنا نخلطها كويس جدا بالشكل ده بس وكده بقت جاهزة معنا هنبدأ ان احنا نضيف الماتشا لاتيه فوق البودنج او الشاي بودنج اللي احنا عملناه في الاول وكمان ممكن استخدم في الوصفة دي الفكهة علشان تزود لي احساس الشبع وعشان كمان مفيدة علشان الالياف اللي موجودة فيها وكمان للناس اللي زي ما قولنا بيبقى عندهم مشكلة الجوع بالليل عندهم نهم السكريات عندهم مشكلة انه دايما عايز يأكل حاجة حلوة حتى لو هو بيعمل دايت بيبقى عايز يكسر الدايت ده علشان يأكل مثلا قطعة شوكولت صغيرة او يبوز الدايت علشان يأكل ديزرت حلو كده فده بديل امن عندنا ومش بس بديل ده كمان مفيد جدا 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 وبيزود الحر وبيزود كمان قدرة الجسم على التحلص من السموم ممكن اضيف زي ما قولنا قطع الكيوي والمكسرات كمان غنية بأوميجا ثري يعني انا لو عندي مكسرات كمان في البيت اقدر استخدمها اقدر اشرب المشروب دوت او الوصفة دي كم مرة في اليوم ممكن مرة في اليوم انا لو وذبت عليها مرة في اليوم هلاقي فعلا ان انا هخس مش اقل من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع الوصفة دي جبارة في حرق الدهون وجبارة في تحسين الصحة العامة بصفة عامة يعني كمان التركيز الناس اللي عندها مشكلة النسيان المشكلة ان هي بتصحب من نوم ما عندهاش طاقة الوصفة دي هتدي احساس بالشبع عالي جدا هتحسسكم ان انتوا فعلا بقى عندكم طاقة كبيرة جدا بالنهار عشان كده دايما بنصح ان احنا ممكن نشربها الصبح افضل من ان انا اشربها بالليل لان بتديني طاقة بقدر ان انا جسمي اديله كده جرعة مليانة حيوية الصبح ونشاط اقدر ان انا اعمل كل الاكتيفتز بتاعتي على مدار اليوم ما حسش بتعب ما حسش بجوع اطلاقا طيب يعني طبعا زي ما قولنا الوصفة دي عبارة عن 2 في 1 الشيئة والماتشة مع بعض اكيد يعني متخيلين كمية الفوائد من الميكس الرهيب ده زيادة حرق زيادة الاحساس بالشبع بتأثر جدا زي ما قولنا على نظارة البشرة وعلى الشعر بتخلي الشعر اقوى وبتخلي كمان الشعر ما فيهوش الاطراف ما تتكسرش ما فيش تأصف ما فيش هيشان وكمان بتدخل زي ما قولنا في صحة القلب والقوعية الدموية والعظام وبتزود المناعة وبتقلل مستوى السكر في الدم وبتزود التركيز واليقزة والقدرات الادراكية ده طبعا كله علشان زي ما قولنا فيها مضادات الاكسادة رهيبة جدا بتقوي المناعة كمان وبتحسن المزاج العين ده غير ان احنا زي ما قولنا الماتشا بينظف القولون يا جماعة ده منظف طبيعي للقولون وبيعتبر ديتوكس صحي للقولون الناس اللي عندها مشاكل في القولون وراحت لدكاترة كتير جدا وبتاخد أدوية كتير جدا لو وظبته على الماتشا في الوصفة دي لمدة اسبوع هتشوفوا الفرق هتحسوا ان القولون بيتعمله عملية تنظيف ذاتي يوميا كمان هتبقى عارفين ان انا بشرب المشروف ده الصبح بعد بحس بالراحة خلاص انا كأني عملت تنظيف للقولون عندي تماما وديت لجسمي كده جرعة من النشاط والحاوية زي ما قولنا بنشربوا مرة واحدة في اليوم يفضل صباحا هيشبعكم جدا ويديكم طاقة اليوم كله طيب في تركة بقى مهمة قوي قوي ونصيحة مهمة جدا في الوصفة دي عايزة كل اللي بيتابعون يخلوا بالهم من بزور الشياء او الشياء سيدز لما نيجي نحضرها لازم نسيبها في التلاجة زي ما قولنا من ساعتين لتلات ساعات ما ينفعش ان انا استخدمها على طول بالشكل ده زي انا حضرتها قدام حضراتكم على الشاشة لكن طبعا يعني مثلا هنا هي بدأت تتقل معي لكن في البداية ما بتبقاش وصلت للتقل ده عشان كده انا لازم اسيبها من ساعتين لتلات ساعات عشان تديني التقل اللي احنا شفناه في الوصفة واحنا بنحضرها بعد ما تسابت شوية في التلاج طيب ليه ايه المشكلة لو انا شربت بالطريقة دي المشكلة لو انا شربت بالطريقة دي البزور الشياء ممكن ماكونش حتى النسب مظبوط فاكون مزودة في بزور الشياء فللأسف هي بتنفش جدا في المعدة فلما بتنفش في المعدة ممكن تعمل اثار جانبية ممكن ان هي تعمل لقدر الله انسداد او حاجة لكن لما بخدها في حجمها خلاص اللي وصلت ليه النهائي فهي مش هتنفش اكتر من كده في المعدة وانا هكون خدتها وهي في شكلها النهائي فهتديني الاحساس بالشبع على طول وكل الفواد اللي احنا قلنا عليها دي بدون اي اثار جانبية ترجمة نانسي قنقر